أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أن منظومة التعليم العالي تشهد تقدما غير مسبوق بسيناء ومدن القناة بدعم من القيادة السياسية وفي إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة أوضح عشور أن الدولة قد نفذت العديد من المشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء بتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء بعض الكليات وتجهيز المعامل وورش العمل مشيرا إلى وجود تنوع في منظومة التعليم العالي ومؤكدا أن هذا التنوع يسهم في تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية